ربط منها إلى التدخين العمري عمري ما تنتهي دخل التدخين أصبح من أهم المشاكل التي تواجه شرائح كبير من الفيات العمرية المختلفة في العراق الأمر الذي جعل وزارة الصحة والبيئة في اليوم العالمي لمكافحة التبغ تقيم احتفالية تضمنت عدة نشاطات الهدف منها الحد من ظاهرة التدخين التي تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة العراق من الموقعين الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين وقانون مكافحة التدخين بالأماكن العامة مفعل في هذا البلد هذه الاحتفالية تقيمها وزارة الصحة والبيئة دارة التوعية والعلام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهي أيضا سيكون انطلاق لحملة توعاوية كبرى تقيمها الوزارة بالتعاون مع هذه المنظمة المحترمة للتوعية في مجال ضرورة تحشيد الجماهيري للحد من استخدام التدخين والملحة الصحية والبيئية الناجمة عن هذا السلوك فرض قانون الضرائب وتجديد الإجراءات على مواد التبغ من شانها التقليل من ظاهرة التدخين المنتشرة في العراق هذا ما قاله مختصون فارتفاع أسعار علب التدخين تحتم على أغلب العراقيين تركها خاصة إذا تعارضت مع مرتبهم الشهرية ضرائب هي واحدة من أنواع الردع طبعا أحد الوسائل الردع أو ليس هي الردع الأساسي لأن ممكن أنه تستمر العالم بالتدخين لكن ممكن إذا ضر الأمور المادية فيه ممكن أنه يبدأ يقلل أو يخفف من هذا الموضوع إلى أن يبدأ أنه ينتهي تحذيرات جديدة صادرة من منظمة الصحة العالمية من مضاري استهلاك وترويج التبغى حول العالم لا سيما بعد ارتفاع عدد الوفيات بنسبة كبيرة نتيجة التدخين أضرار التدخين بدأت تتفاقم في العراق نتيجة عدم وجود رقابة على مواد التبغ المستورد من الخارج فضلا عن عدم وجود برامج توعوية تحث المدخنين على تركها الأمر الذي يتطلب من وزارة الصحة والبيئة إيجاد حلول لهذه المشكلة من العاصمة العراقية بغداد منتظر السعيدي اليوم ترجمة نانسي قنقر